تحلوين بجسم رشيق وبطن مسطح من دون دهون متراكمة حلمك قد يصبح حقيقة وأسرع مما تتخيلين عندما تشاهدي هذا الفيديو فقط بملعقة واحدة لو أضفتها على هذا الكوب أو على كوب زبادي ستحرق وتضيب كل الدهون المتحجرة والمخزنة في جسمك لم تنزل منك من سنوات وخاصة دهون الكرش العنيدة تنحف البطن وتزيل الكرش والجوانب ستدوب كل الدهون المتراكمة بها سواء بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية وبدون ريجيم أو تمارين وستحسزكم كذلك بالشعور بالشب عند أخذها قبل الوجبات وستسد شهيتكم إذا كانت مفتوحة وتقللون من كمية طعامكم والنتائج طبعا سريعة جدا جدا من الأسبوع الأول ستلاحظون فرق كبير جدا في جسمكم وخاصة في بطنكم تابعوا معي الفيديو للآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي مرحبا بكم من جديد في قناتكم وقناتي أسرار الجمال الطبيعي وصفة اليوم كما رأيتم معي وصفة رائعة جدا في تخصيص البطن وإزالة الكرش نهائيا بهذا المكون وهو بذور الشياء أو حبوب الشياء كما تلاحظون هذا هو شكله حبيبات صغيرة تكون بين اللون الأسود والأبيض تجدونها في المحلات التجارية بثمن مناسب ليست بباهضة الثمن فبالنسبة لهذه الحبوب فهي لها قدرة عالية جدا جدا على حرق الدهون خصوصا الدهون المتراكمة بمنطقة البطن فبالنسبة لطريقة تحضيرها سنحتاج إلى نصف كوب من الماء وسنضيف إليه ملعقة كبيرة من بطور الشياء أو حبوب الشياء سنضعها في نصف كوب من الماء ونضركها تنقع لمدة ساعة إلى ساعتين حتى تنقع جيدا وتصبح لنا على شكل هلام فبالنسبة لهذه الوصفة كما قلت لكم فهي رائعة ومجربة وأعطت نتائج سريعة جدا جدا فأنا رأيتها في منتدى أجنبي وكل من جربوا يعني الوصفة شكروها وأعطتهم نتائج رائعة جدا وفي مدة قصيرة جدا جدا كما لاحظتم يعني قمت بنقعها لمدة ساعة ساعة كاملة كما تلاحظون أصبحت لي على هذا الشكل يعني على شكل هلام على هذا الشكل هذا هو شكله وسنحتاج إلى المكون الثاني وهو عصير الليمون في هذه الوصفة تحتوي على مكونين يعني قويين جدا في حرق الدهون خاصة دهون البطن فعند خلط الليمون مع وزور الشية يعني ستحصلون على نتائج رائعة جدا جدا فما عليكم فقط تجربة الوصفة وستلاحظون الفرق بأنفسكم والآن سنحتاج إلى عصير الليمون سنحتاج إلى عصير ليمونتين أو مقدار يعني كوب من عصير الليمون سنقوم بعصر الليمون حتى نحصل على كوب من عصير الليمون وكما تعرفون أن الليمون له خصائص يعني تساعد على حرق الدهون وتسهل فقدان الوزن سنحتاج مقدار كوب من عصير الليمون وسنحتاج كذلك إلى العسل الطبيعي سنحتاج مقدار ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي ومن المهم جدا أن يكون عسل طبيعي لأن العسل مصنوع من السكر يعني يساعد على زيادة الوزن وتراكم الدهون سنحتاج إلى عسل الطبيعي في هذه الوصفة فقط للتحلية يمكنكم الاستغناء عليه في هذه الوصفة سنضيف مقدار ملعقة كبيرة نقوم بتدويبها في عصير الليمون جيدا حتى تدوب لنا جيدا الوصفة يعني رائعة جدا جدا ولمن يريدون أيضا يعني من انقاص وزنهم فعند أخذها قبل الوجبات سأريكم طريقتين لأخذها يعني إذا كنتم تريدون فقط تخصيص البطن وإزالة الكرش فطريقتها تختلف يعني حسب هل أنتم تريدون فقط تخصيص البطن أو تخصيص الجسم بأكمله فإذا أخذتمها يعني قبل الوجبات ستساعدكم كثيرا على سد شهيتكم إذا كانت شهيتكم مفتوحة وبالتالي ستقللون من كمية طعامكم بعدما نقوم بتدويب يعني ملعقة من العسل في يعني في كوب من عصير الليمون سنضيف إليها بزور أشياء التي قمنا بنقيها لمدة ساعة كاملة فبالنسبة لهذه الوصفة يعني بالنسبة لبزور أشياء عادة دورها الأساسي في هذه الوصفة لتخصيص الكرش فهي غنية بالأوميغا تخوام ومضادات الأكسيدة والتي تحافظ على نظارة ونعومة البشرة وتحافظ على يعني شبابها وترطب كذلك البشرة وتحارب كل علامات الشيخوها والتجاهيد ولها أيضا دور فعال جدا في الحفاظ على صحة الجلد والأضافر والشعر بعد ذلك سنقوم بتحريك المكونات جدا على هذا الشكل فبالنسبة لطريقة أخذ هذه الوصفة كما لاحظتم يعني عندي كوبين الكمية التي قمنا بتحضيرها يعني كمية كوبين غير مملؤين بالنسبة لطريقة أخذ هذا الوصفة تأخذون كوب على الريق في الصباح يعني قبل وجبة الإفطار قبل أخذكم لوجبة الإفطار يعني لمن يريدون تخصيص البطن وإزالة الكرش فقط يعني كوب واحد قبل وجبة الإفطار وكوب يعني بعد الغشاء يعني قبل الذهاب إلى النوم يعني بعد وجبة الغشاء وتستمرون عليه حتى تحصلوا على النتائج المرجوة والنتائج يعني تختلف على كل واحد على حسب يعني حجم بطنه تستمرون عليه حتى تحصلوا على النتائج يعني التي تريدونها أنتم بالنسبة لكم يعني بالنسبة لمن يريدون يعني إنقاص الوزن فيجب عليهم أخذ هذه الوصفة يعني مرتين في اليوم كذلك قبل وجبة الإفطار وكذلك قبل وجبة الإيشاء يعني لكي تساعدهم على سد شايتهم وبالتالي يقليلون من كمية طعامهم وكذلك تستمرون عليها حتى تحصلوا على النتائج المرجوة والنتائج طبعا ستلاحظونها من الأسبوع الأول يمكنكم أن تقيصوا وزنكم قبل استخدام هذه الوصفة وبعد استخدامها وكذلك يمكنكم أن تقيصوا حجب بطنكم قبل استخدامها وبعد استخدامها بالنسبة سأريكم كذلك الطريقة الثانية لاستعمال بذور الشياء كذلك فبالنسبة لهذه الطريقة كذلك سهلة جدا جدا يمكنكم استعمال هذه الوصفة عوض الوصفة الأولى يعني فهي كذلك فعالة جدا جدا وسهلة جدا إذا عجزتم يعني عن تحضير الوصفة الأولى يمكنكم تحضيرها فقط بهذه الطريقة فهي فعالة كذلك فعالة جدا جدا في تخصيص البطن وإزالة الكرش سنحتاج إلى الدارسين القرفة سنحتاج إلى كوب زبادي وسنحتاج إلى بذور أشياء فبالنسبة لطريقة تحضير يعني نضع ملعقة صغيرة من بذور أشياء في كوب زبادي ملعقة صغيرة ونضيف إليها كذلك ملعقة من القرفة ملعقة صغيرة من القرفة أو الدارسين ونقوم بخلطهما جيدا فبالنسبة لطريقة أخذ كذلك هذا الكوب يعني يمكنكم أخذه مرتين في اليوم كذلك مرة في الصباح يعني بعد وجبة الإفطار ومرة قبل الذهاب إلى النوم وتستمرون عليه حتى تحصلوا على النتائج المرجوة وتستمرون عليه يعني إذا كنتم تريدون فقط تخصيص البطن في النتيجة ستظهر لكم من الأسبوع الأول وإذا كنتم تريدون إنقاص الوجن فأنصحكم بالمداومة عليه يعني بلا كسل ولا تهول للحصول على النتائج يعني على الوزن المناسب لكم فقط استمروا فالأهم جدا المداومة على الوصفات للحصول على نتائج مرضية تستمرون عليها يعني حتى تحصلوا على الوزن المثالي والمناسب لكم وبعد ذلك ستحصلون على جسم يعني بعد المداومة يعني ستحصلون على جسم راشيق ومنحوط بلادي فهات وزوائد في الجسم يعني جسم خالي من الترهولات وخصوصا ترهولات البطن سيخلطكم من الكرش والجوانب المزعجة فقط استمروا عليه لأنها وصفة ممتازة وكما قلت لكم أنها مجربة وأعطت نتائج رائعة جدا ستعمل على إنقاص وزنكم بشكل طبيعي وفائل جدا وستخلطكم من الوزن الزائد بحرق وتدويب كل الدهون الزائدة والمتراكمة في جسمكم وكذلك تشد ترهولات الجسم عندكم تشد ترهولات الجسم والبطن خصوصا بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية فما عليكم فقط تجربتها ولا تنسوا أن تكتبوا لنا نتائجكم في التعليقات يعني ليستفيد أكبر عدد من الناس يعني أنا أحضرت معكم يعني وصفتين يعني بمكون واحد أنتم تختارون الوصفة السهلة بالنسبة لكم يعني الوصفة السهلة بالنسبة لكم لتحضيرها وكذلك لاستخدامها فكلتا الوصفتين فعالتين جدا جدا في تخصيص الجسم وإزالة الكشفة ما عليكم فقط يعني تجربتها وستلاحظون الفرق بأنفسكم إذن كانت هذه وصفتنا لليوم أتمنى أن تكون قد فادتكم ونالت إجابكم وأن تجربواها وتكتبوا لنا النتائج في التعليقات ولا تنسوني أحبائي باللايك إذا أعجبكم الفيديو فقط لتجي على المزيد من الوصفات المجربة والمضمونة وإذا كنتم أحبائي تزورون القناة لأول مرة فأدعوكم للاشتراك بها بالضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو وتفعيل الجرس لتتوصلوا بكل جديد فيديوهاتي وألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله مع وصفة جديدة ولا تنسوا أن تشاركوا الوصفة مع أصدقائكم وعائلتكم لتعم الفائدة ويستفيدوهم أيضا وألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله مع وصفة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر